السلام عليكم اختي و اخواتي اهلا بكم محبابي و اصحاباتي مرحبا بكم في فيديو جديد اللي هو الطبع على الاكواب بطريقة جد اقتصادية وسهلة جدا يعني وغادي توفر عليك كنقول الوقت وفنص الوقت الثامن ونجهود مرحبا بكم ندلزوا نشوفوا الطريقة ديال صنع هاد الاكواب هادو اول حاجة نحتاجها هي المقاس وغادي نحتاج هاد لتطواج او هاد الويشام هذا اللي كيتبع بخمسة درهم عند اصحاب يعني اللي كي بيودك شي ديال ماكياج ونصبا نحتاج هاد الفيغني هادا او الصباغة الاضافر وهاد الاكواب هادي اللي كتكون سهدة او يعني عادية ما فيهاش نهائية نحتاج يرسومات ونحتاج ماء بطبيعة الحال كما كتشوفوا اول حاجة نديرو هي ان انا غادي نقطع هاد اللي تطواج بهذا الطريقة هادي بحال اللي غادي تلصقوهم احنا يفيد ليد ديالنا غادي نديروهم في هاد الاكواب هادو يعني بنفس الطريقة كما كنديروهم في يد ديالنا غادي نديروهم في هاد الاكواب هادو خليكم معي نهاية الفيديو ولا عجبكم ما تبخلوش عليا يعني بلي لايك والتعليقات ديركم لي كتشجعني باش نعطي اكتر وبلي زبوني بطبيعة الحال تابونو في القناة باش دائما توصلوا باي جديد كنديروه باي فكرة تحتالية كنشاركها معكم وتوصلكم ان شاء الله كما كتشوفوا هنا هي غادي تلصق هاد اه تطواج هاد عجبتني انا هادا رش ما فيها هادا الكتابة هاد زوينة غادي تلصقها مزيان بحالية تلصقها في تدي انا هي ضجك يكون فيها واحد اللي ساق وغادي نوضع فيها يعني الماء من فوقها هاكا سواء بيدي اولا بشي يعني كلينكس وغادي نبقى غادة بهات الطريقة هاكا حتى غادي نبللها مزيان يعني غادي تشرب بالمام زيان باش طبع ديا في الكاس من بعدها انتم ما كيشتهم بعد ما تبللات هنا هي غادي نزولها عادي كي يقول لكم كي ما كان رشموا يعني في اليد دي دينا هادا تاتو كتخرج لنا حتى في الكاس شنو غادي ندير من بعد ما حيتها انا خليها حتى تنشوف هنا يا على حسب الفيديو باش ما نطورش عليكم غادي يعني نوريكم الطريقة بزرما ثم بالحق خليوها يعني حتى تنشوف على خاطرها انا احنا هي غادي نشوف بهات كلينكس ثم خليوها تنشوف من الماء على خاطرها وعد ابخي بدأوا تمضيفيو فيها بهات الفيرني هادا كتديروا للفيرني علاش الفيرني باش اللي بغاتوا تغسلوا الكاس او اللا قاس والماء ما كتحيد لناش دا كتاتو يعني بحل لي كتدير واحد الحجاب على على دا كتاتو او على دا كتابة ما كيوليش يحيد من بعد هاتشي ليش يعني هاد الفيرني هادا كيخلي الوشام او للطاتو لاصق في الكاس بحل لي ركي طبعتين عند مون مطبعه وفنوص لوقت كيطاح عليك يعني بتامان جد رخيص جدا حانتوما كيماشتو انا ما خليتاش تنشوف يعني ضروري كيتحرك مع ايداك لوشام انتوما غا تخليوها تنشوف مزيان ابخي عاد كتقى وديروا هاد الفيرني هادا صراحة طريقة سهلة وبسيطة واغت نشاركها معاكم وحسنتوما تطبقوها ان شاء الله وجاوبوني في التعليقات وكي قلت لكم ما تبخلوش عليها بلايك وبرتجوا مع احبابكم وصحبكم لفيديو انتوما كيماش تشوفو جاب هاد الطريقة هادي طريقة بسيطة طريقة سهلة وصراحة هادو كيكونو كيتبعو في محل لا تبقت مينة خيالية وباحضة وكلا مشيتو عند مطبعات طبعو لكم حاسين احتوي كتطلب فيه يعني كتير بزاف اهناش ما تصوبوش يعني راسكم وانفو اسبغوا عسلين تبدلو كيبقى لكم كيسان يعني دائما ولا بغضو اسبغلو الكتابة او لا تديروا مثلا انتو تطواج فيهم مريضات او لا فيهم يعني بوستارات فشكل انتوما يعني لكم دوق ديركم كتتحكموا فيه كيما بغضو يعني انفو اطلع لكم فراسكم ذاكا الكتابة كتبليو تمسحوها غيب او اللب ماء السبغة اللي كنحيضوها اللي كنحيضو بها السبغة من الاضافر وكتبلي تديروا عن ثانية طبعه واحدة اخرى يعني كتبلي انت يا شنو كتتتغلي الكيسان هادوك نفسهم وكتبلي طبع يعني هم حاجة واحدة اخرى بيديك طريقة بسيطة وسهلة ونتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله يا ربي وتشاركوا مع احبابكم واصحابكم بهذه الطريقة هادي كلمشوتو يجيوا رائعين وفي نفس الوقت كتبلي تشرب فيهم وانتي ديروا واحدة يعني الشكل اللي بغى هنتية اللي اختاريتي هنتية اللي عاجبك انتية يعني ماشي كتتتطر انك تاخدي شي حاجة اللي يعني كتتفرد عليك بعض المرات يعني ما كتلقيش دك شي اللي بغى وكتتاخدي شي حاجة اللي يعني كتكون مفروضة عليك اللهم اطسو بها بيديك افضل كيقلكم كتاح بتامنزيون هدا الشكل النهائي دي اللهم تيجي رائعين بعد ما كينشفو كلكم واخي يعني كيقسهم الماء ما كيتاروش دكلي تطواج لانه درجة كتديرو عليهم الفيرني بس حسكم وراحسكم الى فيديو قديم ان شاء الله اشتركوا في القناة